مرحبا ويعطيكم العافية اليوم بدي أعلمكم كيف تطلبوا استيثوسكوب ويوصلكم من أمازون مباشرة على الأردن طبعا معكم أحمد علي عباجينة باختصار الموضوع هو أنه بديك تدخل بالأول على موقع اسمه كاشباشا.com طبعا العنوان بتلاقوه هون كاشباشا.com رح فوتك على الصفحة الرئيسية اللي هي هاي هسأ أول خطوة لازم تعملها هو أنك تسجل بموقع كاشباشا بتقدر تعمل هالشغلة بالأول بتفوت على هاي الكابسل بتكبس على login or sign up لما تدخل طبعا أنا في عندي account already فمش لازم أعمل sign up أعمل account جديد فاللي عنده account أصلا يعمل login.اللي ما عنده account يعمل sign up. sign up بتحط اسمك الأول واسمك الأخير وإيميلك والباسورد وبتكبس sign up هسأ بس تكبس sign up رح يرجعك على الصفحة الرئيسية اللي كنا فيها قبل شوي اللي هي هاي. اللي رح تعمله أنك بدك تفوت على هذا التاب اللي هو settings. بتفوت على settings في أكاونتك الجديد. رح يطلع لك طبعا من هون تقدر تغير الإيميل اسمك الأول اسمك الأخير باسوردك. بس إحنا اللي بهمنا هسأ أنه أنت لازم تضيف رقم تليفونك وعنوانك طبعا بسطرين كل واحدة كاتب لك إيش المطلوب فيها في كل سطر وتحط أنت في أي مدينة يعني عمان أربد وهكذا وبس تخلص بتكبس على edit هسأ بس تكبس على edit بترجع على الصفحة الرئيسية من هون بتكبس على كاشباشة برجع لك على الصفحة الرئيسية هسأ بس ترجع على الصفحة الرئيسية أنت صار عندك account وصار عندك وحطت رقم تليفونك وحطت أنوانك وكله تمام تمام. هسأ هون بس ترجع على الصفحة الرئيسية رح يطلع لك هون في كبسة اسمها just browse تكبس على just browse بدخلك على موقع أمازون جميل. هسأ من موقع أمازون تقدر تطلب أي شيء بالدكية يعني أواعي إلكترونيات أي إشي بالدكية هسأ اللي بهمنا هسأ اللي هو الستيثوسكوب اللي بدنا إياه هزا بنا ناخد مثال يعني على استيثوسكوب اللي هو لتمن استيثوسكوب تكتب فوق في البحث لتمن استيثوسكوب هسأ بس تدخل تكبس انتر أو على search هون رح يدخلك على الموقع طبعا بتشوف فيه أنواع استيثوسكوب بتختار اللي بدكية بس لناخد كمثال يعني اللي هو اللي تمن كلاسيك ثري استيثوسكوب طبعا لو تلاحظوا هون أنه مكتوب أمازون's choice يعني تقدير هذا المنتج كثير عالي available to ship immediately بوصل بسرعة well priced يعني أسعاره مناسبة وكل إشي تمام هسأ بتدخل أنت مثلا بدك كلاسيك ثري بتدخل على ثري أم لتمن كلاسيك ثري طبعا في بعض الناس سألوني بيحكولي بركن كان مزور بركن كان مش أصلي بركن كان لو تلاحظوا يا جماعة اللي منزل هذا المنتج هي نفسها ثري أم لتمن يعني هي الشركة المصنعة نفسها هي بتستخدم أمازون عشان تبيع منتجاتها فأكيد رح يكون الإشي أصلي بما أنه من الشركة مباشرة هسأ علي يا تحال أنت الحلو في أمازون أنه في عندك خيارات للألوان زي ما أنتوا شايفين والله بدي التيوب أسود بدي تشست بيس والله لونها رينبو بدي حسب إيش ما بدك هسأ أنا كمثال بدي مثلا خمري التيوب يعني يكون لونه خمري والباقي يكون سيلفر أوكي فبختارها وكل إشي تمام هسأ الخطوة اللي بعدها إنك تكبس على هاي بالأول يس I want free two day shipping بعدين تكبس add to cart لما تفوت على هاي الصفحة هاي الصفحة ما فيها إشي مهم كثير يعني بس بدك تكبس على هاي الكبسة مرة ثانية proceed to check out أوكي بس تكبس على proceed to check out بيرجعك على موقع كاش باشا بس يرجع على موقع كاش باشا رح يطلع لك هذا الحلو في كاش باشا إنه بطلع لك السعر النهائي اللي بدك تدفعه هسأ إيش يعني السعر النهائي يعني فيه بيحكي لك إنه فيه بعض المواقع مثلا بيطلع لك سعر وبس ييجي بيقول لك آه والله صار معاي الشغل الفلاني زيد على السعر عشر ليرات أو عشرين ليرا وإشي زي هسأ الحلو في موقع كاش باشا بيعطيك من الآخر بفصل لك كل واحدة إيش سعرها وليش وكيف وكل إش تمام وبعدين بيعطيك السعر النهائي اللي هو هون في حالتنا يعني 76 دينار هزا 76 دينار هاي شاملة شو أول إشي الدفع مش عن طريق الكريدت كارت الدفع كاش كيف يعني كاش لما توصلني بدفع لأ الفكرة أنه بس تحط الطلب طبعا هون إذا ما كنت حط رقم تليفونك أو هاي الأشياء أو غير غيرتهم بتعدلهم من هون بعدين بس تخلص بتكبس على place my order بس تكبس على place my order رح يصير الآتي رح يتصلوا عليك مكالمة طبعا automatic رح حكي لك أنه أنت لازم تأكد على الطلب هزا هي كل هاته automatic يعني عادية يعني وبحكي لك اضغط الرقم واحد إذا بدك تأكد على الطلب وهي الأشياء فأنت بتضغط على الرقم واحد بأكد الطلب تمام هزا الحلو في أمازون أنه الدفع مش عند الاستلام لما تحط الطلب وتأكده تضغط رقم واحد لما يتصلوا عليك بتأكده كل إش تمام رح يتصل عليك واحد بعد يوم أو بعد يومين رح يحكي لك أنا جاي أخذ المبلغ اللي هو الفاينل برايس اللي حكينا لك عنه في هاي الحالة 76 بيجي عندك على باب البيت تعطيه 76 أبروه تمام؟ اللي بصير هسا أنه أول ما تدفع المصاري بطلبو لك إياها من أمازون تستنى أنت عبل ما توصلهم من الشركة المصنعة لمكتب كاش باشا في أمريكا وبعدين تستنى يبعتوها من أمريكا للأردن وبعدين بس توصل للأردن برضو بوصلو لك إياها على باب البيت هاي كثير مهم يعني أنت فعليا في هاي الأشياء كلهاتها ما بتطلع من البيت أبدا لا تطلع تدفع ولا تطلع تستلم ولا أي شيء أنت بتضلك في البيت وطبعا الأسعار زي ما أنتوا شايفين يعني أسعار يعني كثير خرافية وأنا بالنسبة لأيلي شخصيا يعني قاعد الموضوع معاي 12 يوم يعني 12 يوم بالضبط من تاريخ الدفع لحد ما أجعل باب بيتي وعطاني إياها 12 يوم بالضبط يعني ما كملوا أسبوعين كانت وصلتني 100% هسا أنا عملت أنبوكسنج يعني فيه ناس صاروا يحكولك لا ومش أصلية بتوصل مكسرة لا أنا وصلتني اليوم واليوم برضو صورت الأنبوكسنج على الستيثوسكوب طبعا أنا طلبت بلاك إديشن هسا بعد هذا الفيديو رح يبلج فيديو الأنبوكسنج للستيثوسكوب وإن شاء الله يكون كل إشي عجبكم وتكونوا يعني مبسوطين من هاي الشغلة وإن شاء الله أكون ساعتكم وبالتوفيق إن شاء الله يعطيكم العافية اليوم وصلتني سماعات لتمن كلاسيك ثري زي ما أنتم شايفين هون لتمن كلاسيك ثري ستيثوسكوب طبعا لون هاي السماعات أول بلاك زي ما أنتم شايفين هون كمان مكتوب إنها كلاسيك طبعا فيه أنواع لإلها السماعات بس أنا طلبت نوع الكلاسيك وعشان للتأكيد يعني هون شايفين رقم السماعة اللي هو 5803 اللي هو الأول بلاك هسا رح نفتح الكرتونة بنشوف آآ 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 آش فيها طبعا هاي الكرتونة هاي أول مرة بفتحها زي ما أنتم شايفين يعني من هون أراميكس هو اللي وصل إياها عالبيت طبعا السماعة وصلت على باب البيت يم يعني آآ آآ Medium وصل على باب البيت واتصل علي وحكال انزل لاخدها يعني لا أكثر ولا أقل طبعا ما أنتم شايفين هوا طبعا السماعات وصلة من امريكا مباشرة يعني من المزود اللي هو 3M زي ما انتو شايفين هون طبعا السماعات All Black Edition حتى Air Peace Edition والتشست تيوب برضو Black Edition اعتقد انها موجودة هون شايفينها هاي السماعات يعني بشكل عام وصلة ما فيها ولا اي شي ما فيها اي شي طبعا على الموقع بتلاقوا فيها الوان غيرها يعني بتلاقوا الوان متعددة تطلبوا اللي بدكم اياها بس حبيت افرجيكم يعني انه هي واصلة تمام التمام وما فيها ولا اي شي ولا اخدش فيها زي ما هي السماعات بالنسبة لباقي المحتويات طبعا حطين لك هون دفتر عشان تتعلم يعني كيف تستخدم السماعات بشكل صحيح وبرضو بيجي مع السماعات اللي هي قطع غير هاي القطع الغيار هاي بتنحط على البيدياتريك اوكي وبيجي معها كمان حبتين اير بيس عشان تغيرهم يعني قطع غير لل اير بيس وبس والله وزي ما انتو شايفين هون برضو على الكرتونة مكتوب هون انها باي 3M باي 3M اللي هي الشركة المصنعة والباقي هاي طبعا يعني لطيارة واراميكس واشياء زي هيك يعني بس بشكل عام انه الاستثوسكوب زي ما انتو شايفين وصل تمام التمام اثناشر يوم بالضبط مكتوب لتمن وميدان يو اس ايه وانا يمكن مش نباين كثير ميدان يو اس ايه وكل اشي تمام ويعطيكم العافية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة